بلدية بويبلو الليبري بالعاصمة البيروفية ومرافقها بليمة في زيارة لمدينة العيون يستقبلها والي جهة العيون ساك الحمراء بمقر ولاية الجهة ويقدم لها وللوفد المرافقة عرضا عن بدايات مدينة العيون التي كانت شبه خلائن سبعينيات القرن الماضي لكن مشاريع التنموية والبرامج التنموية المتعاقبة يؤكد والي الجهة تمخضت عن دينامية شملت جل الميادين من صحة وتعليم واقتصاد وثقافة وبيئة وبنى تحتية غطت جل القطاعات رفقها تدبير بسط الأمن والاستقرار في شق آخر لأوجه هذا الزخم التنموي الذي ارتبط بانفتاح وانخراط لساكنة هذه الأقاليم الجنوبية في تدبير الشأن المحلي والوطني ناهيك عن تشاركية نسائية كبيرة ما جعل هذه الأقاليم بموقعها الاستراتيجي ومؤهلتها بوابة للمغرب لتوطيد تواصله بالعمق الأفريقي وبسط السلم والاستقرار في عموم المنطقة ونحو أفريقيا عمدة البلدية البوروفية أشادت بما تم إنجازه على أرض كانت بالأمس صحراء قاحلة وعبرت عن رغبة بلدها في الانفتاح على المنطقة والإطراء على ما تزخر به من مؤهلات وإمكانات قصد تعزيز التعاون والتبادل على جل الأصعد وفي محطته الثانية كان للوفد البوروفي لقاء مع رئيس المجلس الجماعي للعيون بالنيابة بحضور والي جهة العيون الساق الحمراء ونواب رئيس المجلس الجماعي وعدد من أعضاء وأطل المجلس ورأساء المجلس المنتخبة والمصالح الخارجية حيث وقع النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للعيون وعمدة بلدية بوبنو ليبري اتفاقية للتوأمة بين مدينة العيون والبلدية البيروفية اتفاقية ترم دعم التعاون ما بين الطرفين على جل الأصعد اتفاقية مشانها توطيد روابط الشراكة وبسط السبل تناقل الخبرات بجل الميادين تندرج زيارة ممتنة مقاطعة بوبنو ليبري للعيون في إطار تعزيز انفتاح جماعة العيون على المجلس المحلية ومواكبة جهود ديبلوماسية الموازية لتعطي زخم إضافي لمتانة العلاقات الدبلوماسية من خلال إبرام اتفاقية تؤمة مع مجلس هذه المقاطعة وإلى تأسيس علاقات تعاون بناء وتعزيز تبادل التجاري والثقافي والسياحي وكذلك دعم تنظيم الأنشطة المشتركة وبالتالي المساهمة في تقريب وجهات النظر وتنوير رأي العام بروح حول حقيقة الأوضاع بالمغرب والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة نهدف من خلال اتفاقية التؤمة بين مدينتين هو متج صور علاقتنا الدولية كبلدين لنا ثقافة وتاريخ وفي نفس السياق نود أن نطلعكم على ما نحفظه في تاريخنا للمملكة المغربية في بلدنا في مقاطعة بوبلو ليبرو بليما التابعة لبيرو وقد قدمت الوفد البيرو في عروض لأوراش التنمو التي شهدتها مدينة العيون وما تزخر به من بنيات تحتية تخدم جل المجالات والمرافق والمؤسسات لتسجد المدينة بهذه الزيارة توأمة جديدة تنضف إلى لائحة اتفاقية التوأمة التي وقعتها مدينة العيون حاضرة هذه الأقاليم مع عديد المدن من بقاع مختلفة من العالم